انظر عثمان اللهم ارضى عنه عندما دخل الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فوجدوا شحا في الماء وكان هناك بئر يدعى روميا وكان هذا البئر لشخص يهودي فعندما قدم المسلمون وعلم انهم لا يغتصبون اموال الناس ولا يتعدون على احد اصبح يبيعهم الماء لا اشكال لكن رفع الاسعار اه اما فهلا مسلمون يستطيعوا بالقوة ان يأخذوا منك البئر لكنهم لم يفعلوا هذا لك انظر اخلاق الاسلام فانت تعامل هذا الاحترام بان ترفع الاسعار عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة من يشتري روميا وله الجنة مقايضة يا جماعة وله الجنة خلاص يعني انتهى بعد ذلك انتهى خلاص على الجنة انت موت على الجنة على طول ايه نطف بان معه مال المال يخدمك في تحصيل الجنة هذا هو الزهد ولكنه تاجر ويفهم انه لو طلب منه شراء البئر لرفع سعره عاليا جدا جدا فاتاه بطريقة اخرى عثمان فقال له اتشاركني في البئر اتشاركني قال نعم فقال لك نصفه ولي نصفه وانا اخذ البئر يوما وانت تأخذه يوما قال نعم موافق بالمبلغ الفلاني ذكر رقما عاليا لكنه بالنصف فوافق عثمان واعطاه اعطاه ماله وثمرة قلبه فقال للمسلمين عثمان في يومي خذوا من الماء ما يزودكم يومين وهو لله لا ثمن له فاصبح المسلمون يأخذون الماء من البئر على يوما في اليوم التالي يأتي اليهودي اليوم دوري اه فلا احد يأتي فاعرف انه وقع في الفخ هو قال انا رفعت السعر كبير على عثمان استطوه لا عثمان ثم جاءه عثمان بعد فترة قال اتبيني النصف الثاني قال ابيعك كما تعرف كما تريد تعرف عليه فقال اخوة لله فليشرب منه المسلمون متى شاءوا من يشتري روميا وله الجن خلاص عثمان المال لا خير فيه اذا لم تنفقه في سبيل الله اولادي وما اولادي هلاك يهلكونك اللي حوشت طول العمر ده تخطع اولادك ها اولادي هلاك تدرسهم واسكنهم واجوزهم وابطر ايش خليهم يشتغلوا حبيبي كما رزقك الله يرزقهم وشوف الفقراء والمساكين والمحتاجين وال الموتى والهلكى ترجمة نانسي قنقر